أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أوامر أمنية جديدة أبرزها منع تمركز أي جماعات مسلحة في مركز محافظة كاركوك ما عدا الشرطة المحلية والتي يساندها جهاز مكافحات الإرهاب وذكر بيان لموقع العبادي أن القوات الأمنية في كاركوك مكلفة بحماية أمن وممتلكات جميع المواطنين بمختلف أطيافهم مضيفا أن رئيس الوزراء وجه أيضا بملاحقة العناصر الذين يبثون الكراهية والعنصرية وينشرون مقاطع مصورة مزيفة هدفها إيقاع الفتنة بين المواطنين وتعريض السلم الأهلي والمجتمعي للقطر